موسيقى اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى عامله مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه لما ولاه مصر وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم كما أسلفت في الحلقة السابقة أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في عهده إلى مالك الأشتر النخع رضوان الله عليه يعلم في معظم العهد أصول التعامل مع الرعية يقول له بأبي وأمي وأشعر قلبك الرحمة للرعية شنو يعني وأشعر قلبك الرحمة للرعية الشعار وهو ما يلي الثوب من البدن ألقت قريب من البدن وأشعر يعني يا مالك تخلق وتبطن بحب الرعية بتعبير آخر يعني فليكن حب الرعية داخلاً في قلبك والمحبة لهم يعني فليكن حب الرعية خارجاً من قلبك إليهم واللطف بهم واللطف بهم يعني كون يا مالك لطيفاً في معاملتك معهم لتعاملهم بخشونة ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً السبع الضاري هذا المعتاد على الصيد الجريء فيه ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم كنايعاً حضمهم ظلمهم أكل حقوقهم اختصاب أموالهم لا تكون مثل هذا السبع الضاري فإنهم صنفان يعني فإنهم قسمان إما أخلك في الدين وإما نظير لك في الخلق فالسنوبة الرعية تكون أخواني لك بالدين ويوجد أيضاً نظراء لك في الخلق يعني نوبة يجمعك وياهم الدين الإسلام المسجد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ونوبة نظراء إلك بالخلق عدهم عين عدهم أنف عدهم يدين رأس مثلك ناس بشر واحدهم إنسان فإنهم صنفان قسمان إما أخلك في الدين وإما نظير لك في الخلق فيوصيه الإمام صلوات الله عليه يقول للرعية اللي هم لو إخوانك بالدين لو نظراء لك بالخلق هؤلاء يفرطوا منهم الزلل شن يعني يفرطوا؟ يعني يسبقوا الزلل يعني الخطأ بالتالي الإنسان نوبات يخطأ عن طريق السبق صر سبق عنده ويخطأ بدون تعمد يخطأ بشر ما معصوم يفرطوا منهم الزلل الخطأ وتعرضوا لهم العلل تأتي عليهم العلل فيسوون الأعمال السيئة ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ يعني ذول اللي هم رعيتك يخطؤون نوبة متعمدين ونوبة غير متعمدين فليسمع العالم كيف أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوصي العامل مالته الشون يتعامل مع رعيته التي ستخطأ عن طريق العمد وعن طريق الخطأ كما أسلفت لكن قبل الدخول أريد أنوه على قضية جدا مهمة هذه الأخطاء التي تصدر من الرعية تكون تجاه الوالي حصرا شلون يعني إذا واحد خطأ متعمد ويا واحد واثنينة من الرعية فكون الوالي كوالي كحاكم كقاضي ياخذ حق المعتدى عليه لكن في هذه الكلمات الإمام صلوات الله عليه يقول لمالك هس حبيلك يقول له يا مالك إذا خطأوا وياك عن طريق العمد أو عن طريق الخطأ إذا أساءوا لشخصك أنت كوالي ماذا تصنع معهم حق الوالي خلي شوف الإمام صلوات الله عليه ماذا يقول لعامله يقول له فأعطهم من عفوك وصفحك الله أكبر فأعطهم من عفوك وصفحك هذا المجرم الذي تعمد الخطأ معك أنت شتمك سب الحكومة حقوقك الشخصية الإمام يقول له تنازل عنها فأعطهم أي فأعطهم يا مالك من عفوك وصفحك هناك فرق بين العفو والصفح ولكن فاصل قصير وللحديث تتم فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه هناك فرق بين العفو وصفح العافو هو ترك عقوبة المذنب والصفح هو ترك لومة وإزالته من النفس أنا أريد أن أسأل جميع الإنسانية هل يوجد حاكم في التاريخ وما بقى من عمر الدنيا إلى قيام الساعة كتب أو سيكتب لعامله كما كتب الإمام علي صلوات الله عليه لعامله يقول له إذا أساه إليك أحد من الرعية فعامله بهذه الطريقة فأعطه من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه أنت كذلك تريد أن يعطيك الله تعالى يوم القيامة تريد يعفو عنك تريد يصفح عنك فاصفح عن الرعية أرجع وأقول الذين أساءوا إليك يعني يا مالك تنازل عن حقك الشخصي مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه فإنك فوقهم هاي يا مالك أنت فوقهم بالإمرأة والي عليهم بعد حاكم عليهم فإنك فوقهم وَوَالِ الْأَمْرِ الَّذِي وَلَّى مَالِكِ الْأَشْتَرِ النَّخَعِ عَلَى مِصْرِ رضو عَنُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَّاكَ الله تعالى فوقي أرجعوا إياه إلى الناس فإنك فوقهم وَوَالِ الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ وَاللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَّاكَ الله تعالى يلاحظني ويلاحظك يا مالك وكلنا عبيد مملكون لله تعالى وَقَدْ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ وَابْتَلَاكَ بِهِنْ خل الناقش شون يعني وَقَدْ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ يعني يا مالك الله تعالى طلب منك كفاية أمورهم شلون طلب منك كفاية أمورهم بأن تلبي حوائجهم بأن تحل معضلاتهم بأن تعاملهم بالحسنة لا كما يفعل الجبابر والمتكبرون مع شعوبهم الإمام يقول لعامله وَقَدْ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ طلب منك كفاية أمورهم وَابْتَلَاكَ بِهِمْ يعني وَامْتَحَنَكَ بِهِمْ شون اختبار عظيم للإنسان إذا أصبح والياً على منطقة مثلاً أو على محلة أو على دولة هذا امتحان من الله تعالى على ذلك الإنسان ولذلك أهرب من المكانات التي لا تستطيع أن اديرها سعيد من اكتفى بغيره الإنسان خليه يكون شعاره سعيد من اكتفى بغيره اكتفي بغيرك هذه المكانات يرادلها قلب يرادلها أصول تعامل مع الرعية يرادلها تحمل أيضاً عندنا في نهج البلاغة الإمام صلوات الله عليه يقول في قصار الحكم كلمة ما أعظمها حقيقة وسعت كل الحاكمين وسعت كل الملوك والسلاطين وسعت كل شيء قائلاً آلة الرئاسة سعة الصدر الآلة اللي يستخدمها الإنسان بالرئاسة بالرئاسة هو أن يكون واسع الصدر رح بالذراح بشوشاً هشوشاً لألا تنفر الأمة منه وتكون الأمور غير محمودة العاقبة يوقع نفسه ويوقع المحل الذي يترأسه بتطورات غير محمودة لأن أصول التعامل مع الرعية يصعب وليس سهلاً وهذه حقيقة حتى لا نكون الناس مثاليين أكثر من اللازم وصول التعامل مع الرعية صعب لأنه البشر إدارته صعبة البشر إدارته صعبة بطبيعة الحال لكن الإمام صلوات الله عليه يضغط ويعلم ويدرس ويفهم العامل الذي يرسله يقول تعامل بهذه الطريقة وإلا تكون من الخاسرين ولذلك بعض الناس يسئلون يقولون ليش هذا الظلم اللي دي يصير بالدنيا أنا أقول لك ليش دي يكون هذا الظلم لأنه دائماً يؤتى بالرجل إلى غير مكانه إلى غير عملي إلى غير شأني ويحكم ويكون والياً ويكون حاكماً ويكون قاضياً وهو لا يفقه هذه الأشياء لأن أصول التعامل مع الرعية لها دراسات كبيرة وفيها مضامين كبيرة وليتعلم العالم من الإمام علي صلوات الله عليه كيف يكون التعامل مع الرعية وأني أسلفت يجي واحد يشتم الوالي يجي واحد يشتم الحكومة يشتم الدولة الإمام صلوات الله عليه كل هذه النتوآت عالجها وثبتها في عهده إلى مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه وهو يعلم بأبي وأمي أن هذا العهد سينفع الأجيال إذا أرادت أن تنتفع به إذا أرادت أن تنتفع به الإمام صلوات الله عليه يعلم علماً يقيناً لا شك فيه أن هذا العهد باق ويجب أن يكون له يوم يقرأ ويشرح ويعمل به فعلمه فعلمه الإمام صلوات الله عليه لمالك أصول التعامل مع الرعية وهذه من أهم العلوم التي يجب أن يكتسبها الحاكم قبل الحكم كيف يتعامل مع رعيته الإمام صلوات الله عليه في العهد العظيم والمشهور لمالك يعلم مالك الأشتر النخع رضوان الله عليه أصول التعامل مع الرعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة